تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة من سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة الممثل الخاص لجلالة الملك المعظم رفع فيها إلى سموه أسمى آيات التهاني بمناسبة النجاح الكبير في استضافة مملكة البحرين القمة العربية في دورتها الثالثة والثلاثين برئاسة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه والذي أكد مكانة المملكة في ظل قيادة جلالته الحكيمة وحرصه الدائم على تعميق الروابط العربية ومساندة قضايا الأمة والدفاع عن مصالحها وتعزيز التضامن العربي في مختلف المجالات إيمانا بوحدة المصير وإدراكا بأنه السبيل لحماية الأمن القومي العربي وتعزيز القدرات العربية في مواجهة مختلف التحديات الإقليمية والدولية وأشهد سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة في برقيته بما خرجت به قمة البحرين من قرارات وتوصيات بناءة وما حققته من مخرجات مهمة في أجواء أخوية توافقية تمهد لمرحلة جديدة من العمل الجماعي العربي المشترك والهادف إلى تحقيق آمال وتطلعات الدول والشعوب العربية في التنمية والازدهار ودعم مساعي إحلال السلام والأمن والاستقرار في المنطقة وأعرب سموه عن بلغ الاعتزاز بنجاح مملكة البحرين في استضافة هذا الحدث العربي الجامع وهذه القمة التاريخية داعياً الله عز وجل أن يحفظ سموه ويديم عليه موفور الصحة والعافية ودوام التوفيق لما فيه خير ونماء الوطن